موسيقى 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 يا جماعة. يعني احنا النهاردة واحنا بنلعب دوري بنقول بنشدد على الاجراءات الاحترازية. وعودة الدوري عودة مهمة. لكن في شغل على مستوى اخر. اه. كمان في شغل ومجهود كبير جدا يا كابتان عادي. دي حقيقة. اه. واعتقد اعتقد كمان يعني في الناس الشغل في الظروف دي. حاجة صعبة جدا. وكمان لو الظروف احسن من كده هتلاقي هتلاقي مردود اعلى من كده كتير جدا. صحيح. واعتقد دي بداية استثمار كويس. بداية بداية جيدة جدا جدا لستثمار. لحاجات كتير زي ما حياتك قلتي. مش لازم تكون في الكرة بس ممكن تكون في فالعب تانية كتير جدا. عندنا العب فردية كتير جدا. طبعا. عندنا احنا ابطال العالم في سكواش. وعندنا المصنفين للعشر. وده مش اخر تطوير يحصل حتى على مستوى الاستاذ. ده تحديدا. يعني استاذ استلام مش اول. يعني ده مش اول واخر تطوير حضراتكم هتشوفوه. ده خطوة اولى. وده اللي يمكن برضو اكد عليه مستر محمد ابو طالب لما وعدنا. انه في نقلة نوعية كمان هتحصل على مستوى. يعني مش بس الملعب. ومش بس الكرة. المزار اللي هيتعامل يا كابتن هاني. عشان افكر الناس تاني. بالكلام اللي اتقال في اول الحلقة. اه في مزار هيحصل. في اه في ناس هينفع ان هي تزور او جمهور يعني. هينفع ان هو يزور الملعب. مش بس عشان يحضر مباراة كرة قدم. لا. هيكون مفتوح لنشاطات اخرى. بس او الاستمتاع اخر يعني. يعني فيه عادل انت عارب برا بيبقى. على سبيل المسال رايا المدريد. انت ساعات جدا بيعملوا رحلات. تتصور في الاستاد. تتصور في الاستاد وتتفرج على قصة اللبس تتفرج على. تتفرج مع كاس. يعني كاس محتوظ جازمة رونالدو محتوظة بالصور. الحاجات دي. فيه متاح في جوة الملعب في جوة الاستاد. خلينا نتكلم اه خلينا نتكلم كمان اه طبعا الجانب الاستثمار يعني ده جزء. مهم جدا. لكن نتكلم على الجانب. جانب كمان المعناوي كمان. كلمت مع اللعبة وانت نازل ملعب كويس. وانت نازل ملعب. اه لعبة النادي الاهل بيحس انه موجود في بيته. طبعا. اه البساج نفسه بيكون فيها 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 صور. بيشوف شكله هو نازل. شكله هو نازل. لما انت بتقعد عادل وتخش قودة لبس محترمة بشكلها كويس. بيبقى نفسك مفتوحة. نفسك مفتوحة. ونفسيا منتشي ان انت عايز تلعب. بتفرق معك هاني. اه طبعا. طبعا. بتحس ان انت في بيتك يعني انا ما كن في الملعب ولايك الاستاذ كل احمر كده زي ما انت شايف كده. بتحس ان انت بتلعب على ملعبك وبتلعب في بيتك. فما بتحسش ان انت بتلعب برا النادي الاهلي. فدي بتفرق طبعا. تفرق. لما يكون عكس لما يكون انت مسلا رايح مرة تلعب في برج العرب. لان مرة تلعب في السودة الكاهرة. مرة تلعب مش عارف. فدي بتفرق طبعا لما يكون ليك كيان خاص بيك. فدي بتفرق مع الايج جدا. وده اللي ان شاء الله هنشوفه بازن الله فموراته الاهلي والانتاج الحاربية بجامعة جاية. ان شاء الله. هي بس ان رأس بس ان الجمهور يتخل. ان شاء الله. يعني في نفوس اللعيبة يكون بالشكل اللي انت اتكلمت فيه. طبعا هي بس ناقص التحفة المعمرية ديني بس بفاها جمهور بس. اه بس ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. يعني ان شاء الله احنا عارفين الاستاد مملوك للنتاج الحاربي. وأن النادي الأهلي خد حق انتفاع مش حق انتفاع هو حق أنه يكون شعاره يرفع شعار النادي الأهلي هو ووي لكن كمان النادي الأهلي موقفش على كده وممكن ديك كلمة لأهل كابتا محمود الخطيب أنه كمان ده مش نهاية الحلم ده الحلم إن شاء الله أن يكون فيه أستاذ بإسم النادي الأهلي يملكه النادي الأهلي أنت عارف الإثمارات كبيرة جدا وأرقام خرافية عشان تعمل ده لكن إن شاء الله ده ده في البلان. وده من 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 الخطة إن شاء الله حاجات المحطوطة في البلان للمجلس الإدارة علشان ننقل بقى خلاص النادي الاهلي يبقى عنده الاستاد بتاعه وملكه وعنده استثماراته اللي جواه ولكن الخطة اللي بنعملها النهاردة دي خطوة في اول الطريق وتبعا يعني انا بقولك ده يوم تاريخي. طبعا. يوم تاريخي. طبعا. طبعا يوم تاريخي و او و الناس كلها طبعا احملها ان النادي الاهلي بين عنده استاد واعتقد دي ده تمهيد للجاي ممكن ناخد فترة تحضيرية او تمهيدية لانك تعمل حاجة اكبر وده ودي حاجة كويسة جدا انا شايف ان في ناس كتير جدا حاولت تنتقس من دولك انه حاجة جبيرة جدا بدليل انت ممكن ممكن ناس تخيل حاجة صغيرة بس تبص الاطراف اللي موجودة هتلاقي الاطراف اللي موجودة كبيرة اطراف وزارة الانتاج الحربي والنادي الاهلي فالثلاث اطراف كبار حتى لو عايزين يعملوا حاجة صغيرة الاطراف دي بس لوحدها هتكبر الموضوع هتكبر المشروع الموجود لكن لا مشروع كبير مشروع كنت تكلم في استاد استاد عظيم بنية تحتية هائلة بالضبط ومدررات كويسة موقع الاستاد كمان كويس ففيه حاجات كتير جدا الناس بتحول تنتقس من ده ولكن برضو انت عمال بتعلى وعمال بتكبر واعتقد دي برضو سلمة اللي حياتك قلته ان اللي فيه استاد ان شاء الله ان الاهلي يبقى عندنا استاد يعني نشوفه ان شاء الله نشوفه قريب يعني باذن الله طيب احنا نستقزمكم في فاصل واستاد المشاهدين فاصل قصير بادو مستمرين في البت الكبير فالبط ترجمة نانسي قنقر اهلا بحضراتكم تاني في ملعب الاهلي واستاد السلام مرحب بكم مرة تانية كباتين اهلا بكبتان اتكلمنا عن الانجاز اللي بتعمله اتكلمنا كمان على الخطوات ان شاء الله اللي جاية خلينا نتكلم كمان على مباراة الاهلي اللي جاية مباراة الاهلي كمان هتكون يوم الجمعة ان شاء الله هنا او الملعب دوت انا اعتقاد الشخص هيكون فيه بهجة بالنسبة للعيبة وفيه فرحة كبيرة جدا زي ما احنا شايفين او هتشوف في الكاميرا صور لعبة النادي الاهلي موجودة بشكل كويس في البساج برة وانت داخل الملعب بتلاقي في قوة اللبس وفي قوة اللبس فاعتقد ده كمان هيدي طاقة ايجابية زيادة للمباراة وكمان الفرق انا لو انا فريق ضيف وروحت ملعب بالشكل ده هبقى لاي حتى لو انا رحت ملعب ده كتير بس هبقى يعني حتى هبقى الان من الناس اللي موجودة دي بفيه رهبة حاجات دي بتدي رهبة وبتدي قوة للفريق اللي هو عنده ملعب والصور اللي عايته موجودة بتديك انت كمان حفز كبير جدا مبسوط انت قاعد بتتفرج حتى مهما كنت نجم كبير مهما وصلت للنقامية احيانا في حاجات صغيرة بتديك دافع اكتر بزيك كمان في عدد وجوده بجمهور دي كمان تديك دافع دي حاجة برضو حاجة من الحاجات المساندة والمساعدة لو انت بفيش جمهور على الاقل حتى وانت راح تجيبه الاوت راح تجيبه تلعب كورنر راح تعمل حاجة بتشوف صورتك ففيه حاجة بتديك دافع فاعتقد حاجة هتبقى ان شاء الله حاجة كويسة وتبقى في صراح النادي الاهل ودل موجود برا كبتان عادي موجود برا في الملاعب إنه موجود فعلا موجود بالملاعب بتخلي كل قده اللبس بتلاقي اللعب وسورته وهو خارج في داخل الملعب اه فدي حاجة حاجة من الحاجات الحلوة ويمكن ما مش في كل الملاعبت موجودة انا برضو مش كل الملاعب بتلاقي ده ليس كل ملاعب تلاقي ده بس اه دي حاجة هاجة جميلة طحفة يعني حالة طحفة موجودة في بعض الملاعب في أوروبا لكن مش كل الملاعب مش في كل الملاعب إذا أنت بتقول وهاني برضو يشارك من الحواردة وإنت داخل لو إنت يعني منافسة لنادي الأهل وبتنزل وبتلاقي الصورة ديت إنت بتحس بتاخد منك جزء بتاخد منك جزء يعني بتنتخل بيبقى في رهب يا كابتن هاني حتى يعني بمناسبة الصور يعني إحنا أيام مستر منو جزيلة ما كل بنرعب كان مستر منو وقفيته برع الخط يا كابتن هاني دي لها هيبة يعني اللعابة كان بيتيجي بتشوف مستر منو وقفيته كانت شخصية قوية جدا وكان عنده يعني يخوف يعني حتى إحنا هو دي كاريزم آه بالضبط كده لما أي فرقة بالجنة بتلاقي تلاعب النادي الأهلي طبعا كيين كبير بتلاقي مستر منو وقفيت بره بتلاقي أسماء كبيرة كان أيامنا كان بطريقة وبركات مع حفظ الألقاب طبعا فطبعا بتبقى نازل الملعب رجليك بتخبط في بعضها أنا دا كنت بشوفه في ناس وبس معمول لك حساب آه طبعا طبعا أنا بقول الأسماء دي كلها بسلام بقى لما يكون ليك أستاذ خاص بيك وليك صور وليك كيان كبير وليك إن شاء الله بإذن الله بليك جمهور كمان الوضع هيختلف كليا يعني فطبعا عايز أقول حاجة بس طبعا عايز أشكر مجلس إدارة النادي الأهلي لأن بصراحة الناس بتشتغل بما يرضي الله بتشتغلوا بضمير لسه شايفين قناة النادي الأهلي دي أول حاجة تاني حاجة زي ما قلت النهاردة استاد النادي الأهلي فيعني الناس بتشتغل فيه طبعا فيه ناس بتحاول إن هي يعني تقابل زبط أي مكان كده فأنا عايز أقول بس الجمهوري النادي الأهلي لأ النهاردة إفرح ما تفكرش في أي حاجة أي لعيب ماشي أي حاجة مش عايز أتكلم طمعا في تفاصيل خلينا النهاردة بنحتفل بالاحتفاليات الجميلة دي فالنادي الأهلي لازم يفرح النهاردة بالتطوير اللي بيحصل ده إذا كان في القناة أو إذا كان في استاد ولسه إن شاء الله أنا متأكد إن مجلس الإدارة إن شاء الله بإذن الله بإذن الله هيبقى فيه حاجات أكثر من كده كتير إن شاء الله على وقع بقى ذكر كابتن هاني المجلس الإدارة هو الحقيقة في أول مجيء المجلس الحالي للنادي الأهلي كان بيوعد وعود الحقيقة ما خيبش ظن الجمهور لما وعد أو حلم بإن يكون فيه ملعب للنادي الأهلي وفى بالوعد ده كابتن عادل ده حقيقة وده اللي إحنا برضو يمكننا عايزين نسلط الضوء عليه إنه لما فيه وعود يتكلم فيها مجلس الإدارة الحالي ما كانتش وعود رنانة علشان بس مجرد أكسب الانتخابات هو فيه نقطة إحنا يعني مش دخلت علينا جديد إن الانتخابات والمجلس الحالي والمجلس السابق والحاجات دي ما كناش بقى عمرنا ما كنا نتكلم فيها طول عمرنا بنتكلم على كيان ما كيمش على أشخاص وده اللي تعلمنا من قبلنا ومن قبل قبلنا من أول كابتن صالح وبعد كيه كابتن حسن بعد كيه كابتن خطيب وكل الناس اللي لعبت واخدت مناصب إدارية إنت بتخدم كيان فلما بتيجي تخدم كيان من قلبك بيبان بيبان الشغل الحقيقي بيبان إن أنت ما بتعملش حاجة عشان أو أنت بتعمل حاجة عشان مجرد الانتخابات لأ أنت بتعمل حاجة بتاخذ الناديك في الأول في آخر النهاردة مجلس الإدارة بيحاول يعمل كل حاجة كويسة مش بس عشان انتخابات علشان هم الناس اللي موجودة هو هو تربى في النادي هو موجود في النادي ودي حاجة من الحاجات القليلة اللي بتلاقيها في أي نادي تاني أي نادي تاني ممكن تلاقي انتخاباته مجلس إدارة والناس اللي موجودة أصلاً ما عندهاش انتمائل أصلاً للمكان أنت بتتكلم النهاردة في المجلس الإدارة ممكن يعني مش عايز اذكر اسماء برضه عشانا مش حايب ان نذكر اسماء بس هتلاقي حاجة اسطورة في كرة القدم واسطورة في السباحة واسطورة في في كل في اسطير من كل حاجة فدي حاجة برضه قلمة ما تلاقيها مش احنا مش يعني الناس اللي موجودة مش هي مجرد عشان هي انتخاب او مش انتخاب لا انت بتتكلم في ناس خدمة اصلا كان طول عمرها في النادي كان بيلعب وكان عايز النادي بقى اسمه كبير حبا في النادي في نقطة مهمة كمان ان دايما متعودين في النادي الاهلي ان اللي جاي بيكمل الزبط ده جزء مهم جدا ما بيحصلش في حتة كتير دايما يقول لك ايه يعني على جميع المساوات اللي بيجي جديد ده دايما يبص اه لا وبعدين بيحاول يشوي اي انجازة عمل قبل كده فميزة النادي الاهلي على مر العصور على مر كل مجالس الادارة ان الناس اللي بتيجي تكمل وان لو لقى حتى لو لقى خطأ حصل قبل كده الخطأ ده ما بيتذكرش ما بيتذكرش وبيتدفع يعني ولكن المشاكل ممكن تكون مشاكل مصطنعة ممكن تكون مشاكل مخلوقة وممكن مشاكل حياتي الموجودة تحصل عادي جدا بين كل الناس بس حتى لو كانت مشاكل صغيرة برضو ما بنلاقيهاش طلعت برضو برنا برنا وحتى لو كبيرة وحتى لو كبيرة بتتحل وبقى ليها المرضوب بتاعها ضعيف انك عايز تعمل مشكلة لا الناس كلها بتحاول هو نادي هو انت تتكلف في نادي الاهلي انت النهاردة انت بتتكلف اسم الاسم ده كل رئيس نادي يجيه او كل واحد لعب في النادي هو استفاب من الاسم مش النادي هو الاستفاب باللعيب لا استفاب باللعيب مع احترامي ولا يعني كابتن صالح احنا انا بالنسباني والنسبة كل ناس كلها الاسطورة في مجلس الادارة كابتن صالح بالنسبانا هم فيه مدرج هنا باسمه على الفكرة بالمناسبة اه Kapteo ه Mcallis مدرج خاص للآ للعائل آ استورة ادارية كمان قبل ما دقيق استورة قروية استورة ادارية isn't كابتن صالح كابتن صالح برضو نادي الاهلي اضاف له مش هو الاضاف الاهلي النادي اهلي كان موجود وكان بتنصالح هو اللي بقى موجود في النادي وبدأ يشتغل وبدأ يبقى ليه كرير في النادي بتاعه. فيعني النادي الاهلي هو اللي بيضيف لأي حد. فالناس كلها لو انت بتشتغل لخدمة النادي وده مش شعرات ودي حاجات اني احنا الان بقى الامور مختلطة شوية. اه. انك ممكن واحد يكون بيتعامل ان هو عشان شعرات فان هاشتغل وهعمل. لكن في حاجات اللي بتطلع من القلب بتوصل. واللي بتطلع من القلب فعلا الحقيقي بتوصل وبتبان. والشغل بيبان. مهما مهما حاولت تتصنع. لا اللي اللي بيحصل في النادي الاهلي. وده على مر العصور بالكبير بالصغير اللي اللعب عشر سنة ولعب عشر سنين ولعب شهر ولعب سنتين ولعب سنة بتلاقيه بيشربه. ومع الوقت حتى لو معرفش يطبقه بس هو جواه. هو هتلاقي جواه ده. ممكن يكون مجاتلوشه فرصة انه انه يظهره. ولكن هيبقى في الاول وفي الاخر النادي الاهلي هو اللي بيصنع اي حد مهما ان كان. اه مدرب اداري لعيب. ما احترامي لكل المدربين اللي جمه. اه لما جيت مصر اي مدرب لو جينا بسه بالنسبة لي مانو الجزي. مانو الجزي لما جي مصر. السيفي بتاعه مكانش على حاجة. السيفي بتاعه علي في مصر. بعد النادي الاهلي. ده مدرب النادي الاهلي. باسم النادي الاهلي. هو النادي الاهلي هو اللي بيصنع. مم. مش الاشخاص اللي بتصنع. ده حقيقي. فدي نقطة نفسي الناس كلها تبقى عرفاها. وآآآ وما يشغلت بقى لحد مين الشخص. لا اه هو النادي الاهلي. اهو في الاو في الاخر النادي الاهلي. صحيح. وهي الرسالة صح. اللي 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 تعلمناها. هم. واللي المفروض اللي جاي كله يتعلمها. هم. اللي انتو النهاردة كنتو يعني الاهلي كان بيلاعب الاهلي. بصبق? اه الاحمر ولا اهلي منه كسر? اه الاهلي ايه? اه الاهلي احمر دايما انتو كنتو بتلاعوا بعض النهاردة. اه. انتو كنت فريق واحد صار? اه هو كان احمر. اه هو اللي خسر. والله. خسرته كم تلاتتاشر تمانية فعل? اه هو هاني كمان مش عارب مين اللي كان معاها خريبا. يعني اوصلت لبارة اللي مرحلة ان هاني في الملعب مش عارب مين كان معاها. اه اه يعني اه 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 كسبت كم طيب كسبت كم? لا كتير بس الحكم طبعا. كتير. اه الحكم. اه. هتتكلم على الحكم كمان في المجرد. كمان هتتحقس. كان سامير ازعى. لا لا كان كان يوم ظريف. يعني يوم حلو. ودايما في التجمعات دا بنحبها عشان بيبقى فيه زار كتير. وناس ما بنشوفهاش بقى انه فترة طويلة بنتجمع تاني. وناس ما نشوفه علي تاني. يعني بصة كابتن هاني انا ملعبتش مع حياتك. اه بالزبط. وملعبتش مع يعني كابتن ربيع سين ما ملعبتش مع ها وفي ناس ملعبتش وفي ناس ما لعبتش معها وكابتن على عبصادة وصحت للأيمن شوئي وكابتن عام أيوب. الناس كلها موجودة والناس كلها بتعامل ع的 احتراية واحدة خلي بالك. مش كل واحد بتعامل باسم ه يعني الناس اللي موجودة اللي مكننا تعرف علي واحدة. ففي الا waż вاخر انت نجم في وقتك وانا ممكن اكون نجم في وقت في الشواء اللي عبتهم وحد تاني نجم ل شواء اللي اول في الا側 في الف الاخر احنا مش نجوم على بعض اهوائك. واحنا في نجوم في المكان. ده مكان. فتحس نروح حلوة والناس مبسوطة واليوم يوم يوم جميل. والناس كلها في اللي هي احترام لبعض. مفيش تنافس لحاجة. كل واحد آآ بيشتغل شغله بيحاول بيقدي وظيفته اللي موجود فيها اذا كان بيخدم النادي من جوة النادي. او بيحب النادي من برة. حقيق. ولكن في الوقت في الاخر لا اليوم جميل ويوم زريف زي ما حياتك قلت. واتمنى ان يبقى نتكرر بعد كبه. دي احلى حاجة من الحاجات اللي كانت موجودة النهاردة. الناس كلها جمعت. وفي ناس اصلا عمرها ممكن يكون ما تكلمت مع بعض. اه. فدي حاجة من الحاجات اللي كانت حلوة في اليوم جدا يعني. حقيقة. ده اللي احنا هنختم بي. انتم النهاردة طبعا اولا شرفتونا كابتن عائد الكابتن هاني شرفتونا جدا النهاردة. ودي كانت ليلة خاصة في البيت الكبير من ملعب الاهلي واستاذ السلام. اه. كنت انا مبسوطة عن مستوى الشخصي. فخورة جدا جدا. ان انا بنتمي لهذا الكيان العظيم. اه. واي حد بنتمي فعلا للكيان ده. اه. اسمه بيبقى كبير. اه. دي حقيقة. البيت الكبير بيجمعنا دايما. دايما عائلة الاهلي او عائلة الاهلوية هي عائلة واحدة. بيجمعها الحب. بيجمعها القيم والمبادئ. انا بشكركم جدا جدا. وده يوم تاريخي لي. ده يوم تاريخي. في تاريخ كل اهلاوي. كنت انا فخور. ابني من ابداي النادي الاهلي انها يكون موجود في يوم زي دوت. فخور انها كنت دايما معاكم في البيت الكبير. اللي البكرة ان شاء الله استنونا. بكرة من عشرة الواحدة ان شاء الله في البيت الكبير. تسبوع على خير. اشتركوا في القناة